اشتركوا في القناة هي تحاسس شم قوية وحساسة تقدر بأنها أقوى من حاسة البشر بمقدار خمسين مرة حيث يمكن للكلاب البوليسي بواسطة الشم التعرف على المجرمين والمخدرات والقنابل والعديد من المهام الخطيرة بالإضافة إلى حاساسية الشم فإنها تعتبر حاسساً يصعب إرضاؤها وذلك لكونها تستطيع تمييز رائحة معينة من بين العديد من الروائه الأخرى المتداخلة القوة الجسدية تتميز بعض الكلاب البوليسية بالقوة الجسدية مثل كلب الراعي الألماني والذي يتسبب في استسلام العديد من المجرمين دون الحاجة للمطاردة والقتال وبذلك وجود الكلاب البوليسية يقلل حدوث المواجهات الجسدية بين الشرطة والمجرمين القدرة العسكرية تعمل بعض الكلاب البوليسية مع أفراد الجيش وذلك حسب تدريبات خاصة من أجل استخدامها في عمليات عسكرية متعددة مثل البحث والإنقاذ والحراسة وأجهزة التتبع وأجهزة الكشف ومن الأمثلة على هذه الكلاب هو كلب الراعي الألماني وكلب الراعي الهولندي أنواع الكلاب البوليسية ومواصفاتها تستخدم الشرطة أنواع متعددة من الكلاب التي تختلف في مهاراتها وقدراتها من أجل البساعدة في المهام البوليسية ومن أهم الأمثل على سلالات الكلاب التي يتم استخدامها ومواصفاتها كلاب التدخل تستخدم كلاب التدخل للبحث عن المجرمين وإنقاذ الرهائن وللحماية والسيطرة على الشغب وتشمل هذه الكلاب كلب المارينو والذي يصنف على أنه أفضل كلب شرطة من جميع النواحي وذلك لأنه كلب رياضي وقوي وحاد الذكاء بالإضافة إلى كلب الراعي الألماني إلا أن استخدامه في صفوف كلاب الشرطة قد قل بسبب ظهور العديد من المشاكل الوراثية لدى السلالة كلاب الكشف عن المتفجرات تستخدم هذه الكلاب من أجل مراقبة الجمارك والمتفجرات وعمليات التهريب والكشف عن المواد المحضورة والسلالات الأكثر شيوعاً التي تستخدم لهذا الغرض هي كلاب لابرادو ريتيفر التي تتميز بحاسة شم قوية وذكاء حاد بالإضافة إلى سلالة كلاب البيغل التي تتميز بحاسة شم استثنائية وشخصية غير مقيدة وبالتالي فهي فعالة لمكافحة المخدرات كلاب التحاليل الجنائية تستخدم هذه الكلاب في الطب الشرعي وذلك بسبب قدراتها الرياضية القوية وإحساسها القوي بالرائحة كما يتم تدريب هذه الكلاب بشكل خاص من أجل البحث عن الجثث التي لها رائحة مميزة كما يتدخل عمل هذه الكلاب مع كلاب مهام البحث والإنقاذ ومن الأمثلة عليها الكلب البوليسي بلود هاوند الذي يتمتع بالقدرة العالية على الشم حيث يمكنه التقاط وتعقب رائحة آثار تصل إلى 15 يوما كلاب البحث والإنقاذ تستخدم كلاب البحث والإنقاذ في حالات الكوارث والفيضانات والإنهيارات الثلجية وذلك من أجل حالات الإنقاذ التي يستلزم القيام بها ومن أفضل هذه السلالات هو جاينت شناوتزر الذي يتمتع بمزاج نشيط للغاية يستطيع القيام بالعمل الثقيل بالإضافة إلى ذكائه الحاد والقوي ويكي تيوب الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية